مشاهدي قناة الوطنية الأولى مرحبا بكم في النشرة الجوية اليوم الثلاثة 11 جوليه 2023 البداية تكون مع كميات الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة وان كانت أعلى الكميات في وليت القسرين من 33 مليمتر وفي حدود 1 مليمتر الواحد في ولاية سيديبوزيت كما عشنا هبوب رياح قوية بلغت أقصاها في وليت قفصة في حدود 61 كم في الساعة وفي ولاية القسرين في حدود 58 كم في الساعة درجة الحرارة المسجلة ظهر اليوم تروحت بين 34 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 45 و40 درجة ببقية الجهد خصوصية التقس نشوفها من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي وان كان التقس صافي لقليل الصحب بأغلب المناطق وانتكثفت السحب تدريجيا بالمناطق الغربية مع ظهور الخلايا الرعدية بالنسبة التقس الليلة تقس قليل الصحب بأغلب المناطق والريح من القطاع الجنوبي وبالنسبة تقص غدوة تقص قليلة صحب بأغلب المناطق وانتكثف الصحب تدريجيا بالمرتفعات الغربية لأشمر والوسط مع ظهور الخلايا الرعادية تكون مرفوقة بأمتار الريح من القطاع الجنوبي بأشمر والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قراءة في توقعاتنا درجة الحرارة للمدن التونسية تونس الكوبرا في حدوث 43 درجة قليبيا 33 نيبل 34 بزر 42 درجة تبرقة 33 جندوبة في حدوث 47 46 في بيجا الكيف 42 درجة سدينة 43 زهوين في حدوث 41 درجة تلا واحدة واربعين والقيروين 44 بالنسبة للمدن الساحلية سوسة في حدوث 41 درجة البونستير 38 المهدية 35 جزر قرقنا والتسفاقس في حدوث 38 درجة القسرين 40 وسيدي بوزيت كذلك 40 درجة مدن الجنوب الغربي قفصة في حدوث 42 توزر 45 درجة تقص مغايم جزئيا وقبل كذلك 45 درجة وبالنسبة لمدن الجنوب الشرقي قبص في حدوث 37 درجة جربة 36 مدنين 40 تطوين 39 وارمادة 39 درجة بالنسبة للملاحة والصيد البحري منطقة تأثيرات وخليج تونس الريح جنوبية الشرقية سرعة من 15 الـ 25 عقدة البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب خليج الحمامات هو منطقة الشابة الريح جنوبية الشرقية كذلك سرعة من 15 الـ 15 توصل لـ 15 الـ 25 وتتجاوز 35 عقدة والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب خليج جيبس الريح من القطاع الشرقي سرعة من 15 الـ 25 والبحر مضطرب قراءة في توقعاتنا درجات الحرارة للمدن العربية والأوروبية روكشوت في حدود 34 درجة الدار البيدة 29 الجزائر 33 درجة ترابلس 33 تقصافي الخرطوم في حدود 39 درجة القهرة 38 مع تقصافي وبالنسبة للبقاع المقدسة المدينة المنورة في حدود 46 درجة مكة المكرمة 43 درجة مسقة 46 أبوظبي 38 الدوحة 44 الكويت 46 درجة بغداد 45 درجة وبالنسبة للشرق الأوسط دمشق في حدود 39 بيروت 32 القدس الشريفة 34 درجة وإسطنبول تقصافي مع 31 درجة حرارة بالنسبة لأوروبا روما في حدود 36 درجة فيينا 33 جونيف 28 باريس 27 أمستردام 22 24 في بروكسل مارسيليا 29 مدريج في حدود 34 درجة ولشبونة في حدود 29 درجة بالنسبة لي تطور الوضع الجوي خلال الأيام القليلة القادمة بالنسبة ليوم الخميس الريح من القطاع الجنوبي بأشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب البحر قليل الاثتراب بمنطقة الشابة ومضطرب ببقية المناطق والتقص الصافي بأغلب الجهات وبالنسبة ليوم الجمعة الريح من القطاع الجنوبي بأشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب البحر قليل الاثتراب على كافة مجالات البحرية وحالة التقص تتواصل في استقرار أوقات الشروق والغروب الشروق سيكون تمام الساعة الخامسة وتسعة دقاق والغروب تمام الساعة السابعة واربعين دقيقة لمزيد المعلومات طرق التواصل والاتصال بالمعهد الوطني للرسل الجوي عن طريق موقع الويب تخوات دبلو فيب ومتيو بونتين أو الموضع الصوتي أو صفحة الفيسبوك أوقات الصليت بالنسبة لمدينة تونس ومجاورها صليت الصبح في تمام الساعة الثلاثة وعشرين دقيقة الظهر منتصف النهارة وثلاثين دقيقة العصر في تمام الساعة الرابعة وستاشون دقيقة المغرب تمام الساعة السابعة وثلاثين واربعين دقيقة والعيشاء في تمام الساعة تسعة وتسعة وعشرين دقيقة نهاية ناشرتنا شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء